السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم درسنا بيكون عن استخدام قانون الجذب الكوني من كتاب أول تهنوي فيزياء قبل ما أبدأ الفيديو الكل يشتركوا في القناة عشان يسرقوا كل جديد وفي تحت رابط الانستغرام والتويتر والتليجرام الكل يروح ينضاف عندهم بإذن الله هذا بيكون سحل جدا على الجميع ويلا نبدأ أول شيء عندنا مدارات الكواكب والأقمار الاصطناعية يعني ساتيلايت نعرف إن في بره ساتيلايت موجود هذا ما نبي أول شيء عندنا شيء اسمه مدار دائري حول الأرض في عندينا مثلا قضي خضيفة تتحرك مدار دائري حول الأرض مثل هنا قضيفة تتحرك بشكل دائري إن القضيفة تطلق من ارتفاع 150 كم لازم القضيفة يعني ما يصير أي قضيفة تنطلق لازم من ارتفاع 150 كم ليش من تواجه المقاومة الهواء أكيد هي ستخاوم الهواء لأنها تكون خارج معظم الغلاف الجوي يعني هي تكون بره الغلاف الجوي لذا إذا هي بره إيش يصير قضيفة أو قمر صناعيا عند ارتفاع سيدور في مدار ثابت حول الأرض إذا قضيفة أو قمر صناعي هو يكون خارج معظم يكون خارج الغلاف الجوي لازم تنطلق من 150 كم نلاحظ هنا أول واحدة وقفت هنا ثاني واحدة هنا والثالث واحدة رجعت هنا أكبر كل ما زادت ليست كبيرة هنا هنا كبيرة هنا أكبر درجة كافية لتدور حول الأرض بمدار ثابت هنا عندنا هذا القانون وعندنا هذا القانون وعندنا هذا القانون بس هنا إيش يعني ما نمثل عليهم كثير لأن هذا آخ الدرس فما يدخل كثير هنا أهم شي عندنا التعاريف إذن هذا أول قانون يكون على مقدار سرعة القمر الصناعي يدور حول الأرض وهنا الزمن الدولي للكوكب حول الشمس وهنا الزمن الدولي للقمر الصناعي حول الأرض هنا كتلة القمر الصناعي يزور القمر السبعة هنا هنا تستعمل خرائط اسم الخرائط وأيضا دراسة هذه الأشياء حتى نشوف كيف يكون سطح القمر هنا عندنا المجال الجاذبية ما معنى المجال الجاذبي يؤثر فيه من خلال بقوة أي جسم آخر هنا ونتيجة هذه هي متبادل بين الكتلة والمجال الجاذبي جي وهذا يوصف بهذه المعادلة هذه المعادلة حق المجال الجاذب وهي تفسيره دائما يكون تحت تفسير هنا كتلة القصور هي نوع من الكتلة مرتبطة بقصور الجسم أهم شي التعارف يعني ماهم الحين نتعرف على هذه القوانين وهنا كتلة الجاذبية مقدار قوة الجاذبية بين جسمين وهنا عندنا قانون كتلة الجاذبية لو يجاك أي قانون بس ناخذ المعطيات ونعوض في المعادلة ترجمة نانسي قنقر